بسم الله اهلا بكم في نوهاو للصيانة وقناتنا علي صابر للصيانة موضوع السير ده موضوع طبعا مهم جدا في الغسالة وخاصة اني لما بيكون السير ده مجدود ازيد من اللزوم بيحرق المطور وهي بيعمل مشاكل في الجيربوكس وبيقد لتلف الجيربوكس ولو هو مش مشدود يعني الشدة بتاعته مش القوة المطلوبة بيعمل عملية بيقولوا عليها صحف يعني ما بيجرش او ما بيسحبش بالصورة الكويسة يعني احنا هنشوف الفيديو دوت معلومتين مهمين جدا هنحضر غسالة زي اللي قدامنا ديت وقادي مرونة بتاعت السير لازم يكون في مرونة وما يكونش مشدود يعني زي ما انتو شايفين كده زي ما انا بعمل قادي اهو بحرك السير بيتحرك معايا بسهولة يعني قل ضغطة بيتحرك معايا وفي نفس الوقت لما بلف الطارة المطور بيلف معايا بدون حمل يعني انا حاسس ان المطور سالس مش فيه حمل جامد عليه برضو قادي انا بلف الطارة بتاعت الجيربوكس برضو فيها مرونة ودي السير اهو زي ما احنا شايفين لازم يعني اضغط عليه بإيدي الاتنين كده احس ان هو في مرونة اه وبيستجيب معايا لو ما استجابش معاك يبقى فيها مشكلة خلي بالكو المعلومات دي مهمة جدا طارة المطور لازم تكون سالسة طارة الجيربوكس لازم برضو تكون سالسة يعني وانا بدور الطارة بايدي كده لازم تكون سالسة طيب الكلام دوت لو السير مشدود ازيد من اللزوم كده احنا اختبرناه طيب لو احنا نعرف ازاي ان السير هيسحف على الفاضي او هيكون مرتخي بمسك الطارة طارة الجيربوكس زي ما انتوا شايفين كده ادي انا مسكها بايدي اهو وبالف طارة المطور المفروض ان السير ما يسحفش من طارة المطور اهو شايفين انا بمسك بحاول امسك طارة طبعا التصوير معلش انا بصور يعني احاطة الموبايل مفيش اللي انا بصور لوحدي المهم ان الطارة بمسك طارة الجيربوكس وبحاول الليف طارة المطور المفروض ان هي ما تستجبش معايا وتكون فعلا ماسكة وبعمل الكلام دوت برضو بمسك طارة المطور وبالف طارة الجيربوكس المفروض السير ما يسحفش من طارة الجيربوكس يعني هنا كده يبقى اعنا السير معايا مظبوط طيب لو بيسحف يبقى في الحالة دية ان انت هتعمل شد للرجلاش اللي موجود عند المطور وكل الغسلات تقريبا سواء نصه اوتوماتيك او اوتوماتيك فيها رجلاش زي اللي احنا شايفينه دوت دي مسموحية بحيث ان انا اقدر اصحب المطور للداخل او للخارج بحيث ان انا لو سحبته للداخل بيعمل عمية ارتخاء للسير ولو سحبته للخارج بيعمل شد للسير بحيث ان يديني الشدة المطلوبة او القوة السير المطلوبة طبعا يكون لا هي مجدودة ولا هي مرتخية زي ما احنا شفنا مع بعض تاني حاجة ازاي اركب او اخلع السير بسهولة عشان فيه ناس كتير بتقعد كتير جدا تركب في السير السير ليه طبعا طريقة معينة في فكه وتركيبه بنبدأ دايما لما نيجي نفك السير بنبدأ بالطارة الكبيرة يعني اشوف انه فيهم الطارة الكبيرة في الغسلات عندنا دايما بتكون الطارة الكبيرة هي الجيربوكس يعني دايما الطارة الصغيرة بيبقى المطور والطارة الكبيرة هي الجيربوكس وعلشان كده احنا دايما بنبدأ لما نيجي نفك بنفك الاول من عند الجيربوكس في اي غسالة يعني مثلا غسالة اللي قدامنا دي باجي عند الطارة الكبيرة وبلف وبحاول يعني اخرج السير من المسار بتاع الطارة الكبيرة وبلف لفة صغيرة ممكن اساعد بيدي تانية ان انا لف من عند جهة المطور كده يطلع معي السير بسهولة بدون اي مشاكل او بدون اي مشاكل طيب في حالة التركيب في حالة التركيب بنركب العكس بقى بنركب من الطارة الصغيرة وبنحط على الطارة الكبيرة زي ما احنا شايفين مع بعض وبديله لفة من الطارة الصغيرة يعني بساعد الفة اهو من الطارة الصغيرة اهو بزق بس كده من الطارة الصغيرة واحدة واحدة اهو حيشبط معي مجرد بدون اي مشاكلة ولا بدون اي تعب اهو وتخلي بالك ان ايدك ما تجيش بين السير والطارة عشان دي مؤذية جدا يعني حيلفي معايا بسهولة زي ما احنا شايفين مع بعض اهو وباليف واحدة واحدة الطارة الصغيرة لحد ما يثبت على الطارة الكبيرة يعني دي معلومات مهمة جدا اه على السريع كده واتمنى ان اكون يعني اه فتكم بمعلومتين ولو في برضو استفسارات او اسئلة برضو معاكم ان شاء الله على القناة او على الموقع ان شاء الله نرد عليها ولو في فيديوهات برضو انت عايزين حاجة معينة اشرحها برضو ابعثها لي لان انا بجمع المعلومات اللي انت عايزينها وفاقرب فرصة بقوم منزلها وعمل لها فيديو لهنا اكون انتهيت من شرح الفيديو والقاكم على خير اشتركوا في القناة